السلام للبناس كذلكم مرحبا بكم في فيديو جديد وموضوع جديد أكيد أن الفيديو دياليوم فيديو مهم إن شاء الله لكل سيدة راغبة في الحمل والإنجاب بطبيعة الحال ديما تقني بالله بأن الحلم ديالك غادي يكون حقيقة إن شاء الله ديما دير اليقين ديما كتر من الدعاء والاستغفار وأكيد أن ربي ما غادي نستشي وحدا فيكم وغادي يرزقكم بالدرية الصالحة إن شاء الله في القريب وتفرحونا جميع هذا الفيديو هذا دياليوم فيديو مفرح إن شاء الله بشرة خير لجميع السيدات اللي بغين وصفات مجربة ناجحة لسرعة حدود الحمل بطبيعة الحال هذه السيدة هذه كانت جربت عدة وصفات حتى أنها طحت في هذه الوصفة هذه القوية المجربة وجبت معاها نتائج مرضية في سرعة حدود الحمل بقاي معايا في هذا الفيديو المهم أكيد غادينا الإعجاب ديالكم وبطبيعة الحال قبل ما نعطيكم الوصفة تحاولوا أنكم ديما تخلوا لي واحد اللايك لأن اللايكات ديالكم هو من اللي يخلوا هذا الفيديو هذا يوصل لجميع المحرومات جميع السيدات المتشوقات باش يكونوا أمهات إن شاء الله بطبيعة الحال هذه الوصفة هذه وصفة سهلة إن شاء الله جربوها العديد من الأخوات وكان عليها الوقع الإيجابي بطبيعة الحال خدتها في إحدى المنتديات ولقات عليها مجموعة من نتائج المرضية الإيجابية وقالت عليش لأنني نجرب هات أنا لربما يكون عندي الحمل بسرعة وبالفعل كان عندها ضعف الإبادة من بعد ما درت هذه الوصفة هذه رقبة التبويض ديالها ولقات عليها النتائج الإيجابية كبرت لها حجم البويضات كثرت لها من العدد ديالهم وكذلك خرجوا بزاف ديال البويضات وبالتالي كان هناك حمل توأمي إن شاء الله لأن فعلا هذه الوصفات هذه خصوصا للسيدات اللي ما عندهم مش مشكلة يعني في الإبادة ممكن تخرج لكم أكثر من بويضة بالإضافة إلى البويضة العادية اللي كتقدر أنها تخرج كل شهر بطبيعة الحال جربت هاته هي وعطتها النتائج الإيجابية وبغت تقسمها معكم ألف شكر لها وألف مبروك لها ويربي تببت الحمل ديالها والغرس ديالها إن شاء الله باش تشوف الجنين ديالها في صحة جيدة وتدعي معكم تنتمى كذلك بطبيعة الحال هات الوصفة هاتي غا نذكرها لكم دابة حاولوا أنكم تسجلوها وصفة الحمل المجربة من هاته السيدة شخصيا وجابت معها النتائج من أول استعمال إذا الوصفة هي عبارة عن طلع النخيل والتمر غا تاخذي حب التمر غا تنزعي من هالنوات ثم غا تتوضعي كمية قليلة من بودرة طلع النخيل وغا تتاكل كل يوم صباحا على الرق وعند النوم يعني من بداية الدورة حتى الموعد ديال انتهاء ديال الدورة شهرية سأكرر مقادير الوصفة إذا الوصفة هي عبارة عن طلع النخيل والتمر منزوع النوات إذا غا تتخذي حب التمر غا تنزعي من هالنوات ثم غا تتوضعي كمية قليلة من بودرة طلع النخيل وغا تتاكل كل يوم صباحا على الرق وعند النوم من بداية الدورة وحتى موعد انتهاء الدورة يعني من أول يوم لنزول الحيد إلى غاية انتهاء النزول الحيد إذن بطبيعة الحال نتمنى تكون ساهلة هذه الوصفة وتجربوها وتجاوبوني لأن فعلا هذه الوصفات هذو كيلقوا إقبال كبير عن السيدات وكيجيبوا معهم نتائج في سرعة حدود الحمل بطبيعة الحال هذه السيدة هذه يعني من بعد ما جاتهاش الدورة يعني مجرد ما درتها في الدورة اللي قبل من الحمل ما جاتهاش الدورة الشهرية وكانت حامل وكبرت لها من حجم البويضات وكذلك كترت لها في العدد ديالهم فضروري أنكم ديما ديروا هذه الوصفات هذه وخصوصا إذا كان عندكم مشكلة والزوج ديال كذلك إذا كان عنده شي مشكلة هو يكون الوصفات طبيعية اللي هي بسيطة يعني الوصفات اللي كتكون مخصصة للأزواج بطبيعة الحال كتكون سهلة عبارة عن مقويات عبارة عن مكسرات عسل طبيعي طلع النخيلته هو ممتاز جدا يعني هذه الوصفة هذه اللي ذكرت فيها التمر ممكن تزوج ديالك تناول معك فيها لأن فعلا ما عندها تشي أدراج جانبية بالعكس غادي تساهم في تكبير حجم البويضات الضعيفة وديما كر دعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وربي لا تدرني فردا وأنت خير الوارتين ويا ربي تردق كل محرومة إن شاء الله في هذا الأشهر المباركة هذا الشهر المبارك يا ربي إن شاء الله ما يدخل عليكم إلا وأنتم حوامل بإذن الله تعالى يا ربي إن شاء الله حاولوا أنكم تكتروا من الدعاء وتقربوا إلى الله وأكيد ربي ما غاينستش يحدى فيكم وغاية هالمراد ديالها والدرية إن شاء الله في القريب وحاولوا كذلك ما تنسوش اللايكات لهذا الفيديو هذا لأنه فعلا فيديو مهم إن شاء الله ممكن ينتفعوا به الأخوات اللي عندهم ضعف الإبادة ممكن هاد الوصفة هدي يستجب الجسم ديالك لها وممكن يحدث معها الحمل علش لو تكون يساهمتي فأن هذا الفيديو هذا يوصل لهذا السيدات لتهم في الحالة ديالك يعني مثل الحالة ديالك أو أكتر يعني كين سيدات سبحان الله يعني التأخر الحمل ديالهم لسنوات طوال يعني كين سيدات 14 لسنة وأكترهما مازال كينتظروا ومازال على أمل أنه غير حصل عندهم يعني غير حصل عندهم الحمل وبالفعل ربي راه كي يكرم العباد دياله وكي يعطيهم الدرية وخاهد الانتظار الطويل أكيد أن الصبر ضروري خاصه يكون لأن المشوار ديال البحث عن الدرية ما كتعرفيش أنت وقتش ربي يعطيها لك يعني أنت كتدري فقط بالأسباب ماشي يعني مجرد ما درتي ديك الوصفة في ديك الشهر كتقولي بأن خاصة هتنجح معايا وخاصة حدث الحمل أكيد هذاك سبب من بعد الله وربيه واللي كي يكرم وكي يرزق العباد دياله وكي يرزق السيدات بالدرية يهب لمن يشاء الدكور يهب لمن يشاء الإنات ويجعل من يشاء عقيمة وأكيد أن كل حاجة إلا وفيها الخير كل حاجة وليحكمة ربانية ومسألة الدرية مسألة وقت فقط للوقت ما زال ما حانش وأكيد غد يجين إن شاء الله وحد الوقت وغد تفرحه جميع بإذن الله كان هذا هو الفيديو دياليوم نتمنى لإعجاب ديالكم إلا أجبكم هذا الفيديو هذا ما تنسونيش من واحد اللايك واشتراك في القناة وإلا كنتي متتبعة جديدة معايا في هذا القناة وعجبك المحتوى ما تردديش أنك تشتركي بالضغط على الزل الأحمر أسفل فيديو سابوني سبسكرايب أو اشتراك مع تفعيل خاصية الجرس باش ديما توصل بجديد القناة شكرا لكم على التتبع ديالكم للفيديوهات شكرا على جميع اللايكات ديالكم وعلى كذلك تعالق طيبة اللي كانت وصل بها كل يوم ويا ربي إن شاء الله ترزق كل أخت فيكم درية صالحة وأكيد أنني ديما كندعم على جميع الأخوات لمازالك ينتظروا بإذن الله كندرب لكم موعد في الفيديو الجاي إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر